وأما النقصان المقصود به في الشريعة قال تدع الصلاة والصيام سماه النبي عليه الصلاة والسلام نقصان دين نقول التلبس بالعبادة يورث الإنسان قوة إيمان قوة إيمان فإذا ترك الإنسان وثبت لديه الأجر وثبت لديه الأجر فإنه يحرم التلبس بالعبادة وقوة الإيمان وعلى هذا نجد مثلا الرجل المسافر الذي يطيل السفر ويقسر الصلاة دوما ويدع الرواتب ألا يجد ضعفا في الإيمان إذا استدام ذلك يجد ضعفا في الإيمان استدام ذلك كذلك المرأة في جانب ترك الصلاة وترك الصيام في جانب الحير جانب الحير فربما تجد كلفة إذا طال بها الحيض أن تستكثر من العبادة في زمن أدائها لها حتى تحفظ قوة الإيمان وجذوة وحرارة التي يؤديها من أداها وهو على سبيل الدواء وهو على سبيل الدواء ولعل الله هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالمرأة أن جعل الحيض إلى أمد فتصل إلى اليأس ثم ترجع إلى جانب صلاتها تاما حتى يختم لها على تمام الإيمان على تمام الإيمان رحمة من الله عز وجل عز وجل ومنا ترجمة نانسي قنقر